أستاذة ما هتتفضل؟ أيها حضرتك؟ نعم والحمد لله ألو، أنا مش مصدق أن أنا بأكلم حضرتك والله على راسي أهلا وسهلا ربنا يخلى حضرتك أنا بس مش هتقول لحضرتك أنا متجوزة بقالي 15 سنة طيب تفضل يا فن وأنا أيما بولادي بجميع كل حضرتك عارفه من كل حاجة، شغل وكل حاجة يعني مطاريب في البيت معي أربع أولاد ما شاء الله ربنا يبارك ورادية والحمد لله ربنا لو في وسعها حاجة أكثر من كده هعملها وجوزي معي بس يعني وهو جوزي لما بيجي يشتغل مثلا شوية شغل شوية يقعد فأنا اللي أعلم بولادي بكل حاجة يعني طيب يا سيدي، والحمد لله ربنا السؤال يا حاجة ما أنا سؤالي بس حضرتك بس أنا جوزي بيقول لي لما الواحدة بتشيل فلسة من فلسة بدأ جوزة مايعرفش حرام رد حضرتك إيه آه ده السؤال ده السؤال ده عايز رسالة ليه هو لا إحنا عندنا الزمة المالية كل واحد عنده زمته المالية المستقلة يعني أنت زمتك المالية المستقلة النبل عند الرجل إنه بدل الستة عندها فلوس النبل بيقول إنه ما يسألش عنه ده ملكة تتصرف فيه زي ما هي عايزة وهل الفلوس ده من ملك الفلوس للراجل أو الستة من خصوصية نعم يقول أو ما يقولش إحنا اللي جرى العرف عندنا إن جزء من الحب إننا نبقى شففين وكل واحد يعرف اللي عند التاني لا ليس جزء من حقوق الزوجية إنه يعرف أنت رسيدك كام مش من حقه في فرق مش من حقه وإن أنت لو قلت له ده يخليكم مع بعض مبسطين بس إنت لو ما قلت لهش هو يجب إنه ما يحولش ده المشكلة ليه ما يحولش ده المشكلة لإن ده مالك الخاص باقي إن أنت تنفق منه ما تنفقش منه هو مالوش حق لإن بعض الناس بعتبروا إن الزوجة وكأنها ملكية خاصة لا مش ملكية الزوجة تملك آه لا تملك لها زم مالية خاصة لها زم مالية خاصة تصرح أو لا تصرح كما تشاء هل ده يخلي الزوجة لو ما صرحتش هي بتملك قد إيه مش بنت أصول لا هي برضو بنت أصول يبقى إحنا ردين على الحاكتين إن هي ما تصرحش مش حرام وإن هي لو ما صرحتش تفضل بنت أصول برضو لإن ده مالها هي حرة فيه لكن خطاب للزوج ما تحاولش تعرف تسأل ليه هو فيه الرجالة اللي هم واجب عليهم النافقة بيبصوا لفلوس الستات وأقول لك نصيحة بيني وبينك كده كأنها يا مستمعاني مفيش راجل الست بتحب إن هو يبص لفلوسها لإني شايفة إن جزء من الرجولة وجزء من الحب هو إنفاق المال عليها وعشان كده ربنا سبحانه تعالى جعل الرجل هو الذي ينفق لإن المال عند الست مش ملك المال عند الست أمان فياريت ما تسألش وسؤالك ده ممكن يقدي لشيء مش أحسن حاجة وزيك نصحت ليك ما تسألش عنه هي تملك قد إيه وخلينا كده نعيش في النبل وفي قيم المحبة والمودة والرحمة مجرد